على قدم وصاق يجري الاستعداد للمرحلة القادمة المستقرة والبعيدة عن المناكفات السياسية والأمنية ولعل أبرز ما يلاحظه المتابع للشأن الليبي أن ملفي الانتخابات وإخراج المرتزقة من البلاد هما الأهم البداية مع التأكيدات الدولية والمحلية على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير مع التجديد على تطهير البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة على حد سواء استجابة للمطالبات الشعبية المنادية بذلك ولما في بقاء تلك القوات من تعكير لصف وسير الانتخابات لذا ترادفت المطالبات بوجوب تهيئة كل الظروف لإنجاح هذا الاستحقاق المنتظر في الرابع والعشرين من ديسمبر تقرير الأمم المتحدة أفاد بوجود أكثر من عشرين ألفاً من المرتزقة والجنود الأجانب الآن على الأراضي الليبية كما أولت القرارات الأممية والمؤتمرات الدولية هذا الجانب حيزاً كبيراً من الأهمية من خلال المطالبة بإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد بدورها ما فتأت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن التجديد على إخراجهم من البلاد كاشفة عن تشكيل لجنة تقنية ستقوم بوضع جدول زمني لانسحابهم في أقرب الآجال اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 وضعت بدورها تدابير وخططاً مستعجلة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء وبأسرع وقت وطالبت الجهات المعنية بتجميد جميع الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل ستتمكن البلاد من منع التدخلات الخارجية وإخراج القوات الأجنبية منها أم ستذهب مساعيها سوداً في ظل الأمل الموصول بعقد الانتخابات في موعدها المتفق عليه وتحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره